مجلس التعليم العالي عدد من المسؤولين وعدد من الأكاديميين والخبراء والدبلوماسيين ويشارك في النسخة الثانية من المعرض هذا العام أكثر من مئة عارض يمثلون أكثر من سبعين مؤسسة تعليمية من مختلف دول العالم فضلا عن مشاركة نخبة من الأكاديميين والخبراء المحليين والدوليين لطرح آخر المستجدات استخدام التكنولوجيا في التعليم العالي والتوجيه المهني وتطبيق أفضل الممارسات فيها إلى جانب إطلاق المشاركين على مستجدات وظائف المستقبل وخلال حفل افتتاح المعرض ألقى سعادة وزير التربية والتعليم رئيس مجلس أمناء مجلس التعليم العالي كلمة عبر فيها عن اعتزاز مملكة البحرين باستضافة النسخة الثانية منه تأكيدا لأواصر التعاون البناء والمثمر بين وزارة التربية والتعليم ومجلس التعليم العالي والمجموعة العمانية للمعارض والتجارة الدولية موجها شكره لمؤسسات التعليم العالي المحلية والإقليمية والدولية لحرصها على المشاركة لإثراء هذا المعرض وأشار سعادته إلى أن الحرص على إقامة هذا المعرض في نسخته الثانية يعكس ما توليه مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم وبدعمه متابعة الحديثة من صاحب السمو الملكي وللعهد رئيس مجلس الوزراء من اهتمام كبير بتطوير منظومة التعليم عامة وقطاع التعليم العالي على وجه الخصوص لمواكبة أحدث الاتجاهات الدولية وأوضح أن أعمال المعرض العالمي للتعليم العالي جيدكس البحرين 2024 تندرج ضمن إطار الاستراتيجية الوطنية التي ترمي إلى تعزيز المكانة التي تتبوأها وزيادة جاذبيتها كوجهة قادرة على استضافة مختلف الفعاليات والمؤتمرات الإقليمية والدولية مبينا أن مملكة البحرين عملت على تحديث البنية التحتية اللازمة لاحتضان كبرى المعارض والمؤتمرات وطورت من قرائيتها وتشريعيتها لتحفيز الاستثمارات في قطاع التعليم وفي ختام حفل الافتتاح قام سعادة وزير التربية والتعليم بتوزيع جوائز جيدكس للتميز في التعليم الجامعي وجوائز التميز في التعليم المدرسي منصة تفاعلية تعليمية للطلبة والأكاديبيين وممثل الجامعة والكليات يحتضنها المعرض العالمي للتعليم العالي جديكس البحرين 2024 ليكون بمثابة حلقة تواصل مثالية لحوارات متنوعة تكشف عن فرص جيدة للطلبة لمعرفة أبرز البرامج التعليمية في مختلف الجامعات العالمية والدورات المتخصصة في التعليم العالي هذا المؤتمر والمعرض يقدم للطلاب فرصة جيدة للحصول على معلومات متكاملة حول الجامعات في البحري ومختلف دول العالم وما تقدمه من فرص تعليمية هذا المؤتمر المهم جدا للطلاب لأنه خلال الكونسولينج كيف فينا نوجه طلابنا بأي اتجاه شو المطلوب لسوق العمل قبل ما الواحد يدخل يدرس بأي مؤسسة لازم يعرف أو يشتغل بأي مؤسسة لازم يعرف أنه المواد التعليمية ما بتكفي بدون أورينتيشن بدون حدا يعمل له توجيه فدورنا مهم اليوم مش بس كمدرسين مش بس كإداريين بقالة الجامعة كيف نشوف شو الجديد لأي سوق عمل وعلى أساسه نحن نشتغل مع طلابنا إن كان جدد أو طلاب حتى عم بيتخرجوا دايما لأنه تعرف أنه بدون خرجين الطلاب الجدد ما راح لقوا انترنشيب فرص عمل وما بيعرفوا شو مطلوب سوق العمل النسخة الثانية من المعرض تحمل العديد من المواضيع الجوهرية التي تساعد الطلاب في معرفة الفرص التعليمية والمستقبلية ومتطلبات سوق العمل في المرحلة الحالية والمستقبلية أعتقد أن هذا المؤتمر مهم جدا للطلاب المقبلين على التخرج حيث سيكون هناك تواصل مباشر من خلال المعرض المصاحب للمؤتمر فيكون أكثر تفاعلا مع كل ما هو جديد في قطاع التعليم العالي فهذا النوع من المؤتمرات يعد فرصة ممتازة لتزويد الطلب بكافة المعلومات اللازمة عن التخصصات الجامعية ومن جانب آخر يطرح المتحدثون في المؤتمر العديد من المواضيع والأفكار المتخصصة في سبيل توظيف التكنولوجيا الحديثة في القطاع التعليمي مشاريع مبتكرة ومتميزة يستعرضها طلبة مدارس البحرين خلال المعرض لإبراز إبداعات الطلبة ومنحهم القدرة لتقديم منتجاتهم وحلولهم وأعمالهم إضافة إلى إتاحة الفرصة للطلاب للتواصل مع شركاء محتملين من الشركات والمستثمرين بقطاع الأعمال معرض شامل وجلسات حوارية متنوعة تركز على فكرة توظيف التكنولوجيا في التعليم العالي والتوجيه المهني وتطبيق أفضل الممارسات في التعليم العالي والإرشاد الأكاديمي إلى جانب تقديم المشورة للطلاب حول وظائف المستقبل خلالي جرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين ترجمة نانسي قنقر